للحديث معنا من باريس الكاتب الصحفي مصطفى توسى أهلا وسهلا بك ستاز مصطفى دائما معنا على سكاينيوز عربية يعني دعني أبدأ من ما يمكن أن يرشح عن هذه القمة خاصة وأن العنوين التي ذكرناها والعنوين المعروفة على طاولة الرجلين يعني معقدة وليست خفيفة أو بسيطة نعم يجب الإشارة هنا إلى أن كاتبي الافتتاحيات في الصحف الفرنسية السادرة هذا اليوم أطلقوا على هذه القمة لقب قمة المصالحة الفرنسية البريطانية وهم يذكرون أيضا بأنه في السنوات الأخيرة الماضية كانت هناك شبه قطيعة بين باريس ولندن كان هناك توتر في العلاقات الفرنسية البريطانية أيام بوريس جونسون وحتى في العهد القصيرة للسيدة ليز تراس عندما سئلت من الصحفيين هل فرنسا عدوة أم صديقة لم تقدم جوابا ذلك هذا اللقاء وهو الثالث بين الرجلين ريتشي سوناك وإيمانيون مكرون الأول كان في كوب 27 في مصر والتاني كان في جي 20 في بالي في أندونيسيا واليوم القمة هو ثالث لقاء بينهما من بين العنوين الأساسية هناك عنوان طبعا هناك عنوان الهجرة هناك خلاف فرنسي بريطاني قوي حول إدارة هذه الهجرة السيرية لكن لا أحد صراحة يتوقع أن يكون هناك اختراقات قوية حول هذا الموضوع إلا على المستوى النظري أو السياسي لأن فرنسا تقول بأنه إذا أرادت بريطانيا أن توقع اتفاقا حول الهجرة فلا يجب عليها أن تتحدث فقط على فرنسا كبلد ووحيد لكن أن تحاور أيضا دول الاتحاد أوروبي يجب أن يكون هناك اتفاق شامل بين بريطانيا ودول الاتحاد أوروبي حول قضايا الهجرة ولحد الساعة هذا غير متاح حاليا ما يمكن أن يتاح وهو أنه دراسة ما هي السبل والوسائل التي يمكن لفرنسا والوسائل أيضا للبريطانيا التي تقدمها للحد من هذه الهجرة لضبط هذه الهجرة السرية وسمح لي هنا أن أشير قبل أن ننتقل إلى العنوان الثاني أستاذ مصطفى أعتذر ولكن بأنك ذكرت الصحافة الفرنسية الصحافة البريطانية على الجانب الآخر تحدثت تحديدا عن الهجرة وتوقعت عدم قبول الرئيس الفرنسي بأي اتفاق هل برأيك هناك مقترح واضح أم أنه فقط متعلق بإعادة من قطعوا قناة الماش نعم بريطانيا حتى في عهد رئيس الحكومة ريتشي سوناك تنظر إلى فرنسا على أن من مسؤوليتها التاريخية والسياسية أن تلعب دور الدركي لحماية الحدود البريطانية هذا الدور كانت تلعبه عندما كانت بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي قبل البريكسيت لكن لما خرجت بريطانيا عن طريق البريكسيت من منظومة الاتحاد الأوروبي طرحت هذه الإشكالية هل ستستمر فرنسا بنفس الوسائل وبنفس الخلفية لعب هذا الدور الدركي أم هناك معطيات أخرى يجب دراستها ليس فقط على المستوى الثنائي الفرنسي البريطاني ولكن على مستوى العلاقات الأوروبية البريطانية وهنا بيت القصيد فرنسا تقول أنه لا يمكن لها أن تتعهد بسياسة ربما قد تكون بعض الدول الأوروبية الأخرى لديها تحفظ أو تعارضها لذلك هناك اقتراح فرنسي أن يكون حوار سياسي شامل حول هذا الموضوع بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى العنوان الثاني الذي كنت تريد أن تتطرق إليه أستاذ مصطفى نعم العنوان الثاني وهو إدارة الحرب الروسية الأوكرانية هذا التقارب السياسي والإستراتيجي بين ريتشي سوناك وإيمانويل ماكرون هو نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية هناك إرادة في لندن وفي باريس من أن يتكون هناك تصور فرنسي بريطاني لدعم هذه الحرب الروسية الأوكرانية التي أصبح الجميع يقول بأنها ستكون طويلة الأمد ومكلفة وعلى المستوى سياسة الدفاع وعلى المستوى الجيوش يجب الإشارة هنا إلى أن فرنسا تشعر بأنها أقرب إلى النموذج البريطاني منه إلى النموذج الألماني وأنا أذكر هنا أنه خلال هذه الحرب وخلال هذه الأزمة الروسية الأوكرانية ظهرت خلافات جوهرية بين فرنسا وألمانيا حول طريقة التعامل مع هذه الحرب على المستوى العسكري على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وفرنسا تشعر بأنها في طريقة إدارة هذه الأزمة هي أقرب إلى بريطانيا لذلك هناك هذا التقارب سيكون تحت مضلة الحلف الأطلسي وسيكون بطريقة أو بأخرى لاستعداد القارة الأوروبية لإدارة هذه الأزمة وهذه الحرب وهو الكل يعترف أنها ستكون طويلة الأمد ومكلفة جدا شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من بريس الكاتب الصحفي مصطفى توصى شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك